تتحدث إلينا ولا تدري من أين تبدأ من مرض الإبن والزوج أو المأساة التي تعيشها تجمع بذور حبات صنوبر بعد عناء كبير لتبيعها بمبلغ زهيد لتأمين عشاء ليلة عائلة تعيش في مثلث الفقر والمرض والحرمان لنتابع بأس شديد تعيشه هذه العائلة في بيت فوضوي في منطقة معزولة تابعة لمحافظة الغابات بولاية تيسمسيلت والتي في كل مرة تطالبهم بالخروج من المنزل ضربت على أراضي مستوش أنا أبو يوم أخلصت عيانا في الكزين وما الحكش ما نجي الحق الشرعتي واللي يبغي يطلب نبغي إجاجة اللي نبغيها يقول لي بان جيبها لك وجيب بالكريدي جيب الصوالح بالكريدي ما نكذبش عليك ما جيت نخمم لعلى أوليدي ولا على السكنة ولا على الراجل المريض والله ما أعرف ظروف اجتماعية قاهرة تعيشها هذه العائلة وما زاد حجم المعاناة مرض ابنها عبد النور الذي يعاني من تشوه خلقي في عينه منذ ولادته في اللقاع كي زاد زاد في برج بن عام في الصبيطة ذاك اليوم حشك الناموس في البلافو هيا كيشتان عينه داكي ما كنا قتبالك غي ناموسا قتبالك غي ناموسا وبعده ولينا نشوفه غي وانت تروح هذا الناموسا كيف اسمانا فقنا به كي دينا غي المجي قلونا لا لا ذا الده لطبيب العيني من اللي كان في القمط ديناه لفيالهر قلنا ذا تعاملية ودروا له غي ذاكي القطرة خمس سقايق ودروا له القطرة مufونا Arkansas دي صباح ومجيبوا شويا الللي عارف لك دريريت هو اللو بدوم روي منولي otras اللوز이에요 اللي اكشفو هكذا الساعة الل creepy والمكايةساني مهي لأخونا يا أخوíamos ناهلا أو نكس له أولو vasive كنتيises ماذا بيايو ما ديناه القرى هلتوا ابوا زمان ف Stall Allah الله غالب وانا عندي أعلبايكنا يمشيب ب resultado لذي أخذibi إقداء نعمليما مهي ذاكي هذا التشوه الذي جعله عرضة لتنمر من طرف أصدقائه تسبب له في صدمة نفسية جعلته منطوياً على نفسه ويضحكوا علي ذراري في ليكل ولم يخلوش يلعب معهم وقال لي يرام يضربوني قال لي مغوش يخلونا نلعب معهم ولا يجي موسخي قال لي يرام يتدمروني ولا يلسغيل الحيط ويقعد يقولوا لي جيت طابليتك بمسخة وغي صباحة ديتها نقية قال لي يرام يتدمروني مغوش يخلونا نلعب معهم وقلعوا لي حشك صباطي كرحت أنا كرحت كرحت حياتي ما نكذبش عليك وأنا ما عنديش حتى ذباً بيعونعه وأنا ونداوي ولادي ما عنديش ما عندي ذب ما عندي وأنا ولادي كان شوفوا من عرض ولاد الناس من عرض ولاد الناس تيركي معك ولادك إن أخرج يصق سوني عقلي ولي غمعة ولادين نشوف ولاد ناسك على بس بيوم ولادي مش عارف ليا وأنا ذب ما عندي وضعك وبيبه وما عندوش نفا ما عندوش أجيب حالتنا بلا ما نحكي لك كنت تخلي الداخل نوري لك الدارة ننطيب ونخف كما كنت أحذر الثلج ولي ولي يضرب الريح نخاف الكوزينة طح علي مما زاد العذاب على عائلته التي تتخبط ما بين الفقر والمرض الجوع والألم طالبا من ربي ومنكم تعاونونا تعاونونا لا بغى بالقليل واللي متحاجر لا بغى فاميل يسيبه قدامه إن شاء الله هذا العبد النور إن شاء الله اللي متحاجر يسيب النور قدامه إن شاء الله إن شاء الله يا ربي كان يطالب من ربي والمحسينين باش يعاونوني في هذر أنا ماش لاحق ما يكذبش عليك يما قد تكساء يعاونوني يشوفوا ربي وجه هذر أبونا ما يشوفوش لي لي لينا ولا لمو أنا الغالب ما لاحقش لو كان جيت لاحق أنا ما نديرشهاك بسألة غالب هذه طم ربي والمحسينين صحاب الخير يعاونونا ورب يخلصوا ما عندناش أنا ما نكذبش عليك ما نجمش نطلب ما نجمش نطلب بس أكي جاتني حاجة كما هك ما صبرتش ما قدرتش نخلي ولدي يركي ما هك و إن شاء الله كي ما يقول لك اللي عاوننا بحاجة إن شاء الله اللي رامت مني هي يديها اللي رامت منيين هي يديوها إن شاء الله لابغا بالقليل لابغا بالقليل عاونونا يامو ومسنين لابغا بالقليل خمسة عشر مليون سنتيم هو ثمن العملية الجراحية التي ستنير درب هذا الطفل الذي يعيش في متاهات مظلمة